السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطل زيرو اي او او اي. زي ما بيظهر على اه شاشة الغسالة دي لو غسالة اطباق او غسالة اوتوماتيك او غسالة فوق اوتوماتيك. اه ايه سبب العطل ده وازاي تقدر تحله? اول حاجة لازم نتأكد من الخرطوم اه الصرف غير ملتوي. اه مش مزدود. اه الغسالة مش محطوطة عليه بسبب ما احنا مسلا رجعناها وراء او اي حاجة. اه بعدين اه المشكلة بقى نقدر نشوف هل الفلتر مزدود او المدخط التصريف فيها مشكلة. لان طبعا العطل ده بيظهر في جميع الغسالات الاطباق والغسالة الفوق اوتوماتيك او الغسالة الاوتوماتيك الكامل وكل حاجة لها اه فلتر معين. يعني فلتر الغسالة الاوتوماتيك زي دي بيبقى الفلتر امامي الفوق اوتوماتيك بيبقى خلفي. الفلتر بتاع الغسالة للصحون بيبقى في المنتصف. ودي مدخط التصريف. ممكن يكون السبب بتاعها تالف. او في حاجة منعها من اه سحب المية وطردها برا. لان طبعا المية لو مش مسحوبة الغسالة مش هتكمل الدورة بتاعتها. لان هيبقى وقت التكفيف ما هنفعش تكفيف ومية موجودة في الغسالة. اه قادل عطل ظاهر معانا هوت. ودي الغسالة بنشيل الفلتر. ولازم نصفي المية الاول. بيكون فيه خرطوم زي ده. بنشيله ونشيل السدادة بتاعته ونصفي المية ونخليها خمس داية لما تصفي المية بتاعتها كويس جدا. علشان لو فتحنا الفلتر مباشرة. هيطلع فيه ضغط مية ومية كتير. هتبوز الى ارضية بتاعتنا. فنتأكد ان المية آآ نزلت من الغسالة باكملها. ممكن نسيبها لما تصفي المية بتاعتها خالص. وبعد كده نبدأ نفتح الفلتر بتاعنا. آآ طبعا لو غسل السحون الفلتر بيكون في المنتصف بتقدر تنظفه بسهولة. آآ على طول بنفك الفلتر على طول. اما لو غسلة زي دي بنفك الفلتر زي ما احنا شايفين الفلتر بيكون في آآ دبابيس او آآ مناديل ورائية او آآ بقايا وبر او حاجة. بننظف دا كل ده. واي عملات معدنية. وطبعا بنتأكد كمان من داخل الفلتر ان ما فيش اي حاجة منشيله في ورشة. هنركب الفلتر بتاعنا ونشغل. آآ اتلاقي الغسالة بتاعتنا آآ بدأت تكمل. نرجع كل حاجة الخرطوم دا ما بدخلش للاخر بيبقى في جزء منه برا كده. آآ ونبدأ نرجع كل حاجة. نبدأ نشغل الغسالة. نلاقي العطلة بتاعنا. والغسالة اشتغلت.